موسيقى 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 أنا شركة مصرية ابتدت من حوالي 30 سنة بنخدم قطاعات مختلفة منهم المية والري والبترول والغاز وبعض الصناعات التهيلة زي الأسمنت أو السيراميك أو الحاجات دي مين لي بنركز في قطاع المية بنقدم كل أنواع جسد القياس اللي هي ممكن بنقيس من أول نهر النيل بنقيس شبكات المية بنقيس كبار العملاء زي مثلا الفنادق أو المستشفيات أو المدارس أو الحاجات زي كده وبنقيس اللي هي الوصلات المنزلية اللي هو المستهلكين العاديين اللي ممكن يكون عند بيت حضرتك أو عندي في البيت أو عند أيا حد فده بيتطبق على عموم الجمهورية ونجحنا في مؤخرا إن إحنا نطور الكلام ده حيث إن هو يبقى عددات أكثر ذكاء ونقدر إن إحنا نشوفها عن بعد دلوقتي إحنا عملنا أول النظام ده كله معمول هنا مصري 100% بنقدر إن نحافظ على إيرادات شركات المية تبقى بتاخد كل نقطة مية بتقدمها بتقدر تحاسب عليها سواء معدما أو بعد ما تقدمها للعميل لو حصل مشكلة أي نوع من المشاكل في العداد ده أو عند المشترك ده في بيته مثلا حصل تسريب فرضا إن لو خدت بالك في أي مكان بنشوفه دلوقتي في العمارات بالذات الأقدم شوية بنلاقي أجزاء مملحها في العمارة ليه من بره دي بيبقى عبارة عن تسريب مية أو في كسر في الموسير أو كلام من ده النظام الجديد ده هو زاكي بحيث إن هو بيعمل عملية تحليل استخدام المية بيجي في الفترة بتاعت بالليل يبتدي أعمل قياسات دقيقة جدا يعرف لنا لو في حاجة مستمرة طول الليل وفرضا إن الناس كلها نايمة ما بتستخدمش فبيقول لي خلي بالك الوحدة دي أو الشقة دي أو الفيلا دي فيها مشكلة إن فيها تسريب مستمر مقدار وعشرين جنيه أو خمسين جنيه في الشهر لو بلغت صاحب الشقة وصلح الكلام ده غير السفون أو صلح المحبس ده هو ممكن يستفيد بدل ما يدفع الفلوس دي في الأرض ممكن يسترد الفلوس ده عمليات المية في الفترة اللي جاية هي من أهم الحاجات اللي كلنا لازم نركز عليها المنطقة بتاعتنا وجود سد النهضة اللي هو الجديد اللي بتعمل وظروف المناخية اللي بتتغير هتخلي فيه ندرة مش عايزين نقول فقر مائي إنها بقى فيه ندرة في المية محتاجين إن كل واحد يحافظ عليها ويقدرها اللي هي نعمة من ربنا لازم نحافظ عليها كلنا موضوع بتاعنا دوت اتعلمناه من شركات كبيرة في ألمانيا وفي فرنسا وفي أمريكا وفي إنجلترا الشركات دي خدنا منها النوهاو بتاعها وتعلمنا وبتدينا إن احنا نعمل ده كله محلي فاحنا بنصنع هنا مية في المية المنتجات بتاعتنا صنعها مصرية مية في المية فما صنعنا هنا وبعد ما بنصنع هنا المفروض إن احنا بنتوقع من الحكومة المصرية والغاية دلوقتي فيه تشجيع كويس بس بنطمع في تشجيع أكتر لأن ده هيخلينا برضو نبقى أقوى برا مصر برا مصر كل البلاد بتتنافس سواء هي تركية أو سواء هي الصين أو سواء هي فرنسا بيتنافسه على الدول دي على مثلا على غانا أو على نيجيريا أو على أي دولة من دول إنهم بيدعموا المصنع بتاعته بيدعموها إزاي إن أنا أول حاجة بتبنى المنتج بتاعي وخليه هو نمر واحد في مصر أو في بلدي وأدي له الدعم الكافي إنه لما يطلع برا يلاقي سفارتنا بتدعمه قيادتنا السياسية بتدعمه كل الجهات اللي هي المعنية بتدي الدعم للشركة دي أو للمنتج ده عشان يوصل ويوصل بطريقة اقتصادية منافسة يقدر ينجح بيها برا شركة مصرية مشهد سنة 1992 بتعمل في مجال أجازة وأنظمة القياس والتحكم بنتعاون مع كبرة الشركات العالمية زي سيمنس في ألمانيا وشلمبرجي آيترون في برانسا وهالما في اندلترا بنخدم قطاعات كبيرة في مصر وخارج مصر في الشرق الأوسط وأفريقيا في مجالات الميا والرايف والبترول والغاز والصناعات التقيلة هدفنا ليمن هو الرياضة في مجالنا وتقديم خدمة المعيزة لعملائنا مع بعظي مشاعر صناع في مصر موسيقى ده العداد التقليلي اللي احنا بنشوف في كل بيت المنظومة بتاعتنا اشتغلنا عليها ان احنا نطوره ونخليه عداد زكي فصممنا الوحدة دي عشان تقدر تحاول العداد ده من العداد التقليلي الى عداد سمارت فيه قدرة على ان هو يخزن البيانات اللي موجودة هنا ويبعت حلنا تبقى للبرنامج اللي احنا بنحدده كل دقيقة كل ساعة كل يوم كل شهر زي ما احنا عايزين نفس الوقت عنده قدرة ان هو يحلل البيانات دي ويعمل مقارنات ويبعت انذارات متى تطلب العمر اي حاجة غلط بيلاحظها في المنظومة بيبعت لنا على طول انذار للشركة اللي بتقدم الخدمة وان الموبايلات بتاعت الناس اللي بتشتغل في الموضوع ده كمهندسين او زملاء فنهين الجهاز زكي لدرجة ان هو يعمل مقارنات ويدي انذارات عشان لو حصل اي خلل في المنظومة او عند العميل نفسه نعرف على طول في اقل من دقيقة ان فيه مشكلة في الحتة الفلانية فيه تسريب فيه فاقد فيه مشكلة نقدر نعرف الكلام ده لو فيه حد بيلعب في العدات ده نقدر نعرف نلاحظنا ان الشاشة اكبر نسبيا فاحنا ابتدينا من حيث انتهى الاخرون او اكثر تطورة من اللي موجود حاليا كل الحاجات القديمة زي الموبايلات الزغيرة بتاعت زمان كان بيبقى شاشة قدي كده احنا عملنا حاجة اكبر نسبيا وفيها امكانية على انها تتصل بالنظام اللي هو بتاع الكرت او بالنظام بتاع الجي بي او الاس او المحمول او النظام بتاع البلوتوث اللي هو الاشارات القصيرة موسيقى